نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول تخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأوضح المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها دون أي انتخاص أو تخفيض لقيمتها وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي حيث تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ خمسة ملايين ومئتي ألف أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن